ميناء خليفة بن سلمان مصادفة ربما جاء أعلان توقيتها وفصول محاسنها قد لا أمت لتتطابق مع مسير ميناء خليفة بن سلمان منذ لحظات النشأة الأولى وصولا إلى ومضة التفوق التي برقت في محيطه على إثر اجتهاد رافقه فعل دؤوب تحقق من خلاله الوصول إلى سدة النجاح وإذا ما أسرعنا نحو ذكر تفاصيل الإنجاز تأتي الحاجة ملحة في سرد ما أصبح عليه ميناء خليفة بن سلمان كأسرع ميناء تتم عن طريقه تخليص الحاويات في الخليج فبعد سلسلة التطورات التي طالت مرافقه المتنوعة بات بالإمكان تخليص الحاويات جمركيا خلال أقل من ثلاث ساعات مما يبشر بزيادة حجم الشركات العالمية لدخول هذا السوق أعتقد أن ميناء خليفة بن سلمان يلعب دورا مهما في الاقتصاد البحريني وكما نعلم فأن تاريخ البحرين الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على التجارة مع مختلف بلاد العالم ولكونه الميناء البحري المتكامل في البحرين فهو أيضا يلعب دورا هاما في حركة الاستيراد والتصدير في البحرين ودول الخليج العربي ميناء خليفة بن سلمان حقق النتائج الطيبة في 2015 تم تمثل زيادة في حجم حاويات الواردة للسوق المحلي بحوالي 11% كذلك الصادرات من السوق المحلي ارتفعت بنسبة 12% بضايع العامة كان لها نصيب أكبر في الارتفاع بنسبة ملحوظة بلغت 41% حيث بلقت حجم المناولة للبضايا العامة 1.290.000 طن نولي جملة من الأسباب تقف بثبات خلف طبيعة هذه النقلة النوعية الشاملة والمعنية بسهولة إتمام الإجراءات الجمركية التي يوفرها الميناء يمكن أن يلخصها العمل الذي بدله مجلس البحرين اللوجستي الموحد لجهود قطاع إدارة الجمارك ووزارة النقل والاتصالات ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة الذي تكفل بتأسيسه مجلس التنمية الاقتصادية شهر أكتوبر من العام الماضي في تسوية الأمور الواجب إنفاذها حتى تصبح البحرين مركزا متطورا للخدمات اللوجستية في الخليج طبعا هذه النتائج حققت بفضل جهود جميع العاملين في قطاع الموانئ وأخص بالذكر شركة إي بي أمتير من نظر الشركة المشقلة ميناء خليفة بن سلمان وشؤون الجمارك والجوازات والمخلصين ووكلاء البواخر وكذلك القطاع الخاص كقرفة التجارة وصناعة البحرين موقع ميناء خليفة بن سلمان الاستراتيجي في وسط الخليج العربي ومراسل مياه العميقة وقناة الدخول الرحبة لاستقبال أكبر سفن الحاويات مكنه من أن يصبح مركز المسافنة الأول كأحد الموانئ الأحدث والأضخم في منطقة شمال الخليج عجلة إنتاج لا تهدأ وتيرة عمل لا تعرف للبطء طريق طريق يشقه ميناء خليفة بن سلمان بثبات ومنهجية آداء تستمد رونقها من سياسات اقتصادية مثله لا تضل وجهة التمييز لتلفزيون البحرين محمد رشادات